تعالوا نتكلم في حاجة ما هيهاش بعيدة هي متعلقة بمصر تعالوا نقعد نفكر بصوت عالي ايه هي مصر او اهمية مصر عموما تشوف اي بني ادم في الدنيا ايا كان وطنه فين وشكل هذا الوطن ومقدرات هذا الوطن ووضع الوطن ده سياسيا واقتصاديا وعسكريا واجتماعيا وثقفيا اي بني ادم يفخر جدا بوطنه وتلاقي دايما عنده كده حاجة اسمها الحمية الوطنية اي حد بيغير على وطنه خلي بالك ان وطنك ده هو انت هو انت هو جزء من تكوينك انت يعني انا اتذكر ان دكور مدحة العدل كتب قصيدة رائعة جدا وغنوة جميلة خالص غنها زمان محمد فؤاد وانا ادعو ان محمد فؤاد دايما يغنيها يعني في حفلاته يعني ايه كلمة وطن غنها في فيلم اسمه امريكا شيكابيك الوطن الحقيقة ما تقدرش تختزله في مجموعة من المصطلحات او المعاني لكن تقدر تحط له مجموعات كبيرة جدا من التصورات لن تجد مواطن في الدنيا ما هواش فخور بوطنه مهما كانت ظروف وطنه فما بالك بمصر انا بقول الكلام ده لان انا ساعات كتير اشوف شبان ولاد ناس احيانا الناس تفقد بصلة احيانا الناس تبقى عادة مستاقة لكن كل اللي اقدر اقوله لك انه هو مش جدير بالذكر هو الثابت في اي ذكر عند اي حضارة في الدنيا انه مصر اللي ما هياش بس الحدود والارض ولكن هو الشعب العظيم ده العالم ينظر اليه باعتباره ده العالم مش احنا بس اهم شعب وجده بين المجتمع البشري نتيجة نواتج وانتاجات وابداعات هذا الشعب اللي علم العالم كله دون استثناء كله علم العالم الاخلاق علم العالم الانسانية علم العالم معنى كلمة الحضارة ادى العالم العلم والفكر والرقي الانساني مصر من بدايات ما هو مكتوب فيه مخطوطات ايا كان حجم قدامها يمكن كنت لسا بارح بقولك حتى علماء المصريات في العالم بدأوا يخلقوا او بدأوا يتكلموا في ابحاث جديدة تتحدث احنا عمرنا او عمر الحضارة المصرية من منظورهم مش 3000 سنة قبل الميلاد ولا اربعة ولا خمسة البعض ذهب الى بعض الوسائق مثلا بتاعت مانيتون اللي هو المعروف باسم مانيتون السمنودي انه لا ده هو عمر الحضارة دي تقريبا 6200 سنة قبل الميلاد يعني تقريبا 8200 سنة النهاردة بل ذهب بعض العلماء في العلم المصريات الى انه الحضارة المصرية تحسب من تكوين اول جيش نظامي على هذه الارض عمره النهاردة تبقى لما هو موجود في مخطوطات وحفريات ورسومات ما يصل الى 12000 سنة النهاردة يعني 10000 سنة قبل الميلاد طيب بعض الاطروحات البحثية بتتكلم على انه قد يكون هناك ما هو ابعد من ذلك ايضا لكن سيبنا من دي بالعمر وبالمد التاريخي مصر هي اعظم بلاد الارض واعظم شعوب ده واحد اتنين بالحجم اللي قدمته مصر على مرة تاريخها ومش بس الحضارة المصرية القديمة مصر من بداية الحضارة وبداية الانسانية اللي عملتها مصر هي بتقدم حتى هذه اللحظة الانتاج العقلي والفكري والعلمي المهم يعني بمنتهى البساطة وعلى سبيل المثال مين مخترعين الواي فاي اتنين مهندسين مصريين خارجين جامعة القاهرة ده على سبيل المثال مين اهم عالم كيميائي حصل على جايزة نوبل على سبيل المثال فغير من مصار البشرية بابحاثه حول الفانتو دكتور احمد زويل خارج جامعة اسكندرية مصر انا مش بكلمك على سبع تلاف ساعة عشان بعض يقولك ايه زمان المصريين بس اصل دلوقتي لا اهم استاذ روبوتكس في كالتاك في كاليفورنيا مصري اهم اساذة كودنج مثلا في هولندا مصريين اهم ناس بتعمل ابحاث في جامعات في السويسرا وفي السويد ابحاث بتتكلم هنا ابحاث في الفيزياء وفي الكيميا وفي البايو كيميستري الاخ الاخ مصري انا بقولك اهم مش بعض مش اصل موجودين لا دول هما رؤساء اقسام هناك في هذه الجامعات شديدة الاهمية واللي هي تصنيفاتها يعني على حاجات زي كيو اس وعلى تايمز ومش عارف ايه جامعات من ضمن اهم مئة جامعة ومتين جامعة على مستوى العالم لما تعرف ان كيو اس التصنيف بتاعه عنده ستة الاف وخمسمية جامعة فلما اقولك الجامعة رقمية والجامعة رقمية وخمسين بتاع تلاقي اسات زوار ورؤساء اقسام في هذه الجامعات مصريين فتعرف ان وبالمناسبة دول مش مهجرين دول متخرجين من الجامعات بتاعتنا وبالمناسبة الجامعات الميري الحكومة ابو بلاش دول اللي الاكاديميات والمراكز البحثية عرضت عليهم منح للماجستير والدكتوراه وللتدريس وللاستقرار في هذه الجامعات حتى يستفيدوا من علومهم الى اخره مصر هي اكبر مصدر عقول موجود في الحقل الاكاديمي العالمي مصر لديها في جامعات العالم ما يزيد عن سبعين الف استاذ وعالم في تخصص مصر كبيرة اوي مصر مش بس ام الدنيا بالمناسبة هي مصر فعلا اكبر من كل الدنيا مصر الوحدة دنيا مصر قدمت الادب قدمت الهندسة قدمت الرياضيات قدمت الكيميا قدمت الفيزياء مصر قدمت ما لم يقدمه شعب او حضارة واحدة في العالم لا مجمع الحضارات مجموع من الحضارات والثقافات مصر كبيرة يا جدعان اوي عشان كده لما كنت بتكلم مع زميلي او زميلاتي وانا بقولهم مكتب تسكندرية تعرف مكتب تسكندرية تاريخيا اصلا المكتبة القديمة دي كانت اهم جمعة موجودة في الدنيا بالمفهوم الحالي بتاع جمعة زمان ما كانش عندهم المفهوم بتاع جمعة ده يمكن كان ما يطلق علي احيان كلمة اكاديميا فكرة ان يبقى فيه اساتيزة متخصصين في علوم حلو فاصبح فيه اكاديميا لأول مرة في الدنيا عندنا في اسكندرية المكتبة القديمة تمام طيب وهل انتهى بالمناسبة دي كانت مش هزار هي القلعة الثقافية والعلمية الاكثر اشعاعا في العالم القديم كله فكان اي حد عاوز يتعلم ويرتقي يجي على اسكندرية عشان يدرس جوه مكتبة اسكندرية القديمة طيب لما جينا عملنا مكتبة اسكندرية بتاعتنا اللي موجودة دلوقتي في الشاطبي في اسكندرية لا تقل على الاطلاق تحجمها مش الحجم يعني المساحة المبنية بالخرصامة حجمها العلمي حجم ما يخرج منها حجم اشعاعها الثقافي حجم ما تحتويه من عنوين وكتب ومخطوطات وابحاث جديدة وابحاث قديمة حجم العلماء والمفكرين والاسادزة اللي جوه اروقت مكتبة اسكندرية ده حجم مخيف لو انه مكتبة اسكندرية دي جامعة ثق انها كانت هتبقى لو بالمفهوم الجامعي يعني زي مفاهيم الجامعات انه هناك محاضرات ودرجات علمية تحصل عليها وما الى ذلك بكالاريوش ومزاتير ودكتوراه لا مكتبة اسكندرية بالتأكيد كانت تبقى واحدة من اهم مئة جامعة للعالم ده بالتأكيد ده مش كلامي بالمناسبة ده كلام الدنيا ده انا بقولك على مكتبة اسكندرية بس فما بالك بما يحدث في السبعة وعشرين محافظة في المليون كيلو متر مربع بهذا الثراء الثقافي والحضاري المتراكم اللي لحد اللحظة لسه بيعلم الدنيا لحد اللحظة لحد اللحظة لن تجد في وطننا العربي لا يريد ان يأتي الى مصر ترى مصر كده وما يليها من اجيال وما سبقها من اجيال هم شايفين مصر كده السينما مصر المزيكة مصر الادب مصر بشتى انواع الفنون التشكيلية مصر ودي مش شوفينية على الاطلاق الواقع هو اللي بيقول أخذك أنا هنا وأقول لك ولهذا السبب أنا سعيد جدا باهتمام الرئيس بمسألة الأكاديميا بمسألة البحث العلمي بمسألة الثقافة بمسألة التنوير بمسألة الهوية الوطنية اشتركوا في القناة